تجديد النموذج التنموي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك محمد السادس ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة وتقوية الشعور بالانتماء للأمة وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية الغنية بتاريخها العريق والمتميزة بالانفتاح وبتعدد مكوناتها وطبقا للمهمة الموكولة إليها فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد وقامت بتأطير جيد لأعمالها وقد تمكنت على الخصوص من استكشاف وتدارس التحديات والتغيرات الجديدة التي نذجت عن جائحة كوفيد-19 في العديد من المجالات الاستراتيجية مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية وخلال الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس شكيب بن موسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي هنأ الملك رئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المبدولة وجودة العمل الذي تم إنجازه والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي حول تجديد النموذج التنموي المغربي كما أشد الملك محمد السادس باحترام اللجنة الكامل لنهج التشاركي الذي كان قد دعا لاعتماده في هذا الشأن وأشكر بهذه المناسبة جميع المساهمين في هذا العمل الوطني من أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية واجتماعية ومنظمات غير حكومية ومراكز للتفكير وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا عبر الطراب الوطني في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة وبهذه المناسبة دعا الملك محمد السادس التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل وجعلها في خدمة تنمية المغرب ورفاهية مواطنيه كما أمر الملك محمد السادس بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين بكل جهات المملكة وفي هذا الإطار فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات مدعوون كل في مجال اختصاصه للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير من أجل خدمة هذا الطموح الأفوق التنموي الجديد والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الملك والشعب المغربي